انا قبل فترة برضو جيت هنا كان في واحد شعبي في الشجرة دي قال برضو يا جوز انخلط قلت له يا اخي انخلط ما بيجوز لا بيجوز بيجوز ما بيجوز قلت له طيب جيب اختك نخلطها قلت له كده والله قاعد يكورك حتى لو في سناير بيكونوا مزكرين الواقع دي قاعد قاعد يقول له ما تكورك ليه حلال ما دارين نطبق الحلال نخلطها ما حلال لو قلت لو زعلت وقلت ما حلال طيب انت ليه بتخلط بنات الناس ما دمه موضوع مهم جدا وده زاته فيه رسالة للبت لو في اي واحد جقال ليه كده لتزوجك وكده وانت عجبتني لآخر ما تبقي مسكينة في بنات مسكينات الاولاد دين فيهم شفاتة كتار يكون عنده واحدة في الجامعة واثنين في الحلة وثلاثة في الاركشة واربعة في الجنب السجن هناك محل الرحلات وكتار جدا فيهم توفي البصل الصياحي لو لقب ماشي وموره موضوع طويل فما تتغشي ما يغشك كلام ده صاح حار لكن كلام نجيط ما يغشك قل لها وده الحلال دار تتعرس اي تمشي لأبوي في الحتة الفلانية ده تلفونه والبيط وصفه كده شدق الباب انا ما دائرة منك حاجة ما دائرة منك حاجة مش دارين تأسسه مستقبل وتبنو مستقبل وكده والآخر خلي دق الباب خلي يعقد ليكم بعد يعقد ليكم بعد داك تجوا قعدوا سوا ما سالمناكم اشربوا شاي تشربوا موية تاكلوا بصل تاكلوا نيم ما بزور سايلكم لكن بعد تعقدوا اما الشباب اللي بيجي يقضوا وكي الساكل دين والله في الغالد ما بيزوج لانه بيقول لك يا زول هوي ده ده موضوع بتاع جامعة ساينا احنا كنا شباب وكده وطبعا الموضوع ده ستايل في الجامعة وكده وكنا محرومين في السانوي فالشغلة دي هنا ظريفة فعشان كده يقول لك انحنا دي دارينا قضي بها زمن لكن دي انا لو قفلت باب البيت ما بامنا لانه زي ما مشت معي ممكن تجيب لها شي في الثاني تجيبه في البيت وانا ما فيش فيمتة فما بيزوجك ده بغشك وحتى لو يزوجه في النهاب طلقه ما بتمش لي قدام فيمتة خاصة لو يزوجت ليك واحدة تابعة لحزي من الاحزاب النوعيات البشوتان كولين دي كل البلد للناس لا خاصة لعم اكرت تجمع جاي يملى البلد فتة لانه دي البيتكوريك دي والله تعرسة وما تجيب لها مليح ولا ما تجيب لها دكوة ولا صلطة تشوت في كولين تلم الحلة كلها فيمتة فدي ما تمشي معا بتضيئ زمنك ساكن فده كله هوس ده كله شغل بتاعه هوس والله ودي اخواننا فيها فيها عبرزات للانسان ما تعرض نفسك للفتن وللمشاكل وللبلاوة فيمتة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب قبلها نكتت فيه أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبه يعني من كثرة المعاصر قال قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربات كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فيمتة فما بجوز أخواننا للإنسان يعرض نفسه للفتن أمشي الزوج ربنا سبحانه وتعالى بيسر ليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كان حقا على الله عونهم قال ومنهم الناكح يريد العفاف والله إنت لو دار تعيف نفسك الله بعينك الله بعينك والإحنا ازوجنا قبالك وما ازوجنا ما عندنا أي قرش لكن ربنا يسر لنا والحمد لله أمورنا مشت فيمتة وربنا بيفتع عليك لأنه الله بيغنيك ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والبيت ما تقعد تضيع زمانه والتضيع عرضه فيمتة ودي نصيحة حارة للبنات صاعر فينا لكن دي نصيحة حد لأنه الودة لو عمل معاك أي زينة أو غيره من البلاو دي فيمتة دا بعد كم يوم وكم شهر بيزوجوا له ولك ما فينا شاب وراجل وكذا ممكن أبو يفلقوا بيطوبة أو اليوم وأخوانه يدقوا لك فيمتة ويطردوه كم شهر كده يمشي بيت مع عمه وبيجاي الميمن شغل بيتمش وهو واقع في حرام وده محرم يا أخوان وما بجوز للإنسان يلعب بأعراض الناس أما البيت فدي المصيبة الأعظم قل لك يا زول الراجلة والأبوه هو أبوه بيكون يا زول نخرته فوق شغل حلة قلت العم فوق وأي جوديه خاشي فوقه وأي عرس بيتمه فيمتة وأي والبكيات تلقاه ماشي والشغلانية عمل لك فوقه مسؤول الأسرة كله والراجل ممكن يديه لك عكاس والمرأة اللي بتكورك بتديه فلكابة والشغلانية ماشي مما يقولوا ليه بتك عملت كده طوالب تكسر له ونخرته تاني ما بيقدر يجي يجي في جوديه داك لو ما عجب الرأي ساي لو جا في جوديه يا أخي انتا يقول ليه يا أخي انتا شنيها لك أمشوف بيتك يا أخي صح الله ما صح بعدين هزاته بتبقى بعيدة ومرزولة بعد داك بيستغلوها العطالة التانين يقول لها ها نحنا اليوم ديك كده الشغلة دي موسغة خاصة لو بيقت في حزب العطالة ديل ما عندهم توسيق انتا قال الأحزاب ديل بيشتغلوا كيف بيجندوا كيف يغشوا ولد ولا بيت يوسغوا له وسغوا لك بعد دا انتا بيقيت زي شنو بيقيت زي الجمل بيقودوك من الزمان بتاعك فيمتا يقول لك ها رايك شنو نودي لأبوك ولا ولا ننشر الشغلانية فيمتا بعد داك بتكره نفسه ويمكن تنتحر وكده وكله باطل فعشان كده ربنا قال انه كان فاحشة وشنو وساء سبيلا لو حملت وجابت ولد هتعمل شنو تعمل شنو هتقوم تقتل الولد فيمتا هتقتل الولد ويكون اجتمع في ذلك الزنا وقتل النفس المحرمة شان كده لازم الإنسان يبعج والله دي نصيحة ونحن نحن زي ما قلنا لكم لو الشغل دي بالجوز كان أول ناس عملنا والله لو أصلا بالجوز يا اخواحد تلقاه وقعد لما واحدة اتناشر ساعة ما تقوم تصليها فيمتا وده ذاته أنا ما عارف هزاته كده خلي الرجال النسوان بيعرسنا النوعية دي كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة المرة فتنة للراجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطانه ثالثة هما فواحي فيه ناس بيقول لك لا لا يا أخ دي زي أختي لا لا انت ما راجل انت أمشي راجع أشكب زورات بتاعتك بيكون في خلل والله جد ما الرسول قال ما خلى رجل يا تبقى ما راجل فيمتا زول زي ده ما تمشي معاه والله ما تباريه ده ما شهد يحيله والله ده سي راجل ده ما شهد يحيله انت خليك شوف خليه يقولوا عليك يقولوا عليك متشدد قل لك انت زول متشدد وزول متخلف ومعجد وما بتسلم على البنات وزي أختك وما فيها حاجة يا أخي انت كرهتنا وما تبارينا قل لها ده كله قبلانه لكن الحمد لله ما لقاشي تمام الحمد لله فيمتا لكن انت ما شهد يحيله انت الوضع الظريف واللطيف والبتاع لكن ما شهد يحيله الراجل كده فوصيتنا للبنات والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه فيمتا الشارع بتاع الخلق والكلام الفارغ ده والله ما يوديك إليه جدا بيت تكون عفيفة بعيدة من الرجال ها بيت عندها حياء فيمتا ياخل لو يقفت في الصف في واحدات بيقيفها معاك وفي واحدة بتديك لياغا فيمتا ما أعرف سأدنبا ولا تلعب وين يا بيت الحلال ده ده زحي بعيد من الرجال فلابد البنات يفهمنا الموضوع ده شوف البنات الربنا زكرهم في صورة القصص ربنا قال عن موسى عليه السلام فلما ورد مع مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان في بيتين بير بيسقوا منا الرواعية في مدين الرواعية بيسقوا في بيتين وقفات بعيد موسى عليه السلام جلين قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لما نحتاجا للكلام بينا كلام منعن ما فيه لخبط ما الكام ما بتسقن أن احنا ما بنسقي لغاية من الرواعية ده لي أنتهو يمشو ده نمرأ واحد عشان ما تقول لنا ما تمشو وزقو لا نمرأ اثنين ما عندكم راجل يسقي لكم قالا وأبونا عندنا راجل وهو منه أبونا وأبونا ما له شيخ كبير ما بيقدر يجي ربنا قال فسقى لهما موسى عليه السلام ثم تولى إلى الظل وقال ربي ودي برضو في الراجل يعني مثلا لو احتجت إنه تساعد زميلتك مثلا إذا احتجت كمان مش طوالة تمش وقعت منها ورقة تجي جاري تما تخليك زلد دي لاها وخفيف أنت ما لك أبونا دا الحلال في إمتى إذا احتجت واضطريت إنك تساعدة وكذا ما تطلب منه أجر فواحد بعد ما تساعدها ويكون دار ليه موضوع دار ليه مدخل أها ثاني في حاجة وقعت أننا نحن قاعدين في غابة ما دي لا شايف ما فيه الواطة فاضية في إمتى تطلب الأجر من الله ربنا قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال عمر تمشي على استحياء قائلة بخمارها على وجشها ليست بسلفع من النساء خراجة واللاجة زي ما قالت كادرة الحزب الشيوع فطوم أحمد إبراهيم قالت أنا أحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها مرزيت تكتك تكون مارقة هنا وجاية هنا في إمتى شغالة وقالت المرى إذا زنت شوف الأحزاب دي بتعمل شنو قالت ربنا ما بحاسبة لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك عملا فوق ابن كسيرة كمان في إمتى أخوانا ما لاقي أكل زي ما هي قالت وجعان بيقدر يزني انتو كدحلوا لي الشغلة دي واربطوا عليه بأي ملف ولا بأي سلوتيب ما بيتربط دا كله كضب عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار مش ما في أكل نار واللعالي لكن ذاته ما قال فما طعامكم يا أمه دعو روى خالت طوالي قالت التمر والماء الأسودين كلام كده العفة لا تشترى بثمن والرجالة والشهامة والنخوة لا تشترى بثمن شان كده بعد ذلك ربنا قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي شوف المرة دي كلامه نجيط كيف البد دي كلامه نجيط قالت لو إن أبي أبوي هناك الموضوع ما معي أنا ما عندي معك حاجة إن أبي أسندت الكلام لأبوه يدعوك ده أبوي هناك دائرك أسي لو دي واحدة هناك تقول لي أسمع تعال لما تخوفك في شنها بيت الحلال تعال في شنها لا 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 إن أبي يدعوك دائرني ليه شان ما في كلام تكلمت فمشى موسى عليه السلام ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبوي دائرك عشان إجازي قالوا موسى عليه السلام مشت قدامه فجاءت الريح فكشفت شيئا من ثيابها قالوا هي القدم وقالوا غير ذلك فأمرها موسى أن تكون خلفه وإذا أراد أن أن يأخذ يمينا رمت حجرا ناحية اليمين وإذا أرادت أن يأخذ شمالا رمت حجر أمام في اليسار لغاية ما ودتوا للبيت وكانت القصة المعروفة حياء النساء حييات ويحترم الرجال ويحترم الأسر لابد البيت تكون كذا وكذلك الراجل لابد يكون عفيف زي يوسف عليه السلام جاءت إمرأة العزيز وراودت عن نفسه قالت هيئت لك أي هيئت لك أسباب الزنا والمعصية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ربنا أنا عم عليك أداك عقل بقاك شاب بقاك قوي جيت الجامعة تحفظ تقرأ تكتب تناغش تمتحن تنجح تعيش ترجع لأهلات يكون لا نعم من الله سبحانه وتعالى الله اداك ليا النعم دي تقابل باشنو قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الظالم ما بيفلح نهاي العلم قالوا اجتمع في يوسف من أسباب الشهوة أمور كثيرة منها أنه كان شاب وأنه كان أعزبا وكان غريبا وأن مرأة العزيز هي التي دعته إلى الفاحشة وغلقت الأبواب وهيئت له ومع ذلك استعاذ بالله وترك الوقوع في الفاحشة شوفوا الكلام ده كيف فلابد يا أخواننا الشاب زاته يكون عنده شنو يكون عنده شهامة يكون عنده رجالة يكون عنده بعد عن الحرام ربنا سبحانه وتعالى يعينك في الدنيا والآخرة ترجمة نانسي قنقر